تغريدة واحدة من إيلون ماسك تمحو أكثر من 300 مليار دولار من سوق العملات المشفرة. الرئيس التنفيذي لتسلا الذي يعد من أبرز الداعمين لهذه العملات أعلن في تغريدة عن توقف تسلا عن قبول البيتكوين في عملية شراء سيارتها بعد أن كانت الشركة قد أتاحت ذلك في مارس الماضي. ماسك أرجع قراره إلى الأضرار البيئية الناجمة عن عمليات تعدين البيتكوين والتي يجري فيها استهلاك كمية كبيرة من الكهرباء ينتج معظمها من الوقود الأحفوري وتحديداً من الفحم أكبر مصادر الانبعاثات. ونمى استهلاك الكهرباء في عمليات تعدين البيتكوين بنحو 66 ضعفاً منذ عام 2015 إذ تستهلك عمليات التعدين حالياً نحو 0.6% من إنتاج الكهرباء في العالم أي ما يقارب استهلاك دولة كهولندا. وفي الوقت الراهن يبدو من الصعب الاعتماد على الطاقة النظيفة في تعدين البيتكوين إذ يتركز نحو 70% من عمليات التعدين في الصين التي يشكل الفحم المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء فيها. خطوة ماسك أثارت المخاوف من أن يتبعها تراجع أكبر في تبني البيتكوين لدواع بيئية من قبل المؤسسات التي كانت الدفع الرئيسي وراء صعود هذه العملات المشفرة خلال هذا العام.